اللي هو موضوع الصداع وحكينا بالمقدمة على تمييز الصداعات البدئية عن الصداعات الثانوية ومن الصداعات البدئية حكينا انه في عنا انواع مميزة يعني فيما يخص الجملة العصبية وحكينا عن الشقيقة بكل جوانبها كيفية مقارقة مريض الشقيقة شو المعايير التشخيص للشقيقة مع نسمة وللشقيقة بدون نسمة وحكينا على الحالات الخاصة بالشقيقة وحكينا على العلاجات وحكينا على العلاج الوقائي والعلاج الاثناء الهجمة حكينا على هدلول الامور كلهم هلأ بقي عنا موضوع الصداعات التانية اللي هي الصداعات البدئية الاخرى يعني اللي حكينا هنا الصداع التوتري والصداع العنقودي او الاوتونوميك يعني هدك بعدين في عنا الاضطرابات صداع البدئية غير الاعتيادية اللي هي نادرة لحنا تقريبا هذلول لحنا نعددهم تعداد ولحنا نحكي شوي على آلام العصاب القحبية وخاصة آلم العصاب مثلث التوائم لحنا نحكي على الصداع والآلم العيني ونحكي على الصداعات الثانوية بسم الله الرحمن الرحيم هلأ الصداع التوتري هو من الصداعات البدئية شائعة جدا هو أشع عنواع الصداعات البدئية حتى أكثر من الشقيقة عادة يعني هلأ نحنا كل شغلة اللي احنا نحكيها لحتى نسهل الحفظ نحنا إذا حفظنا الشقيقة فينا يعني نقارنها بالصداعات التوتري وبالتالي بنحفظ الثنين سوا أو العكس هلأ هنيك حكينا أنه الصداع عادة هذاك بيكون شقي نابض يسبق بأعراض هو بالشقيقة بيكون صداع شديد يتلوه حالي من الغثيان ولقياء بسبب تفعيل الوطاء حكينا شو كمان حكينا ايه وأنه هو تاني أشع سبب للصداع بعد الصداع التوتري فنحنا عنا الصداع التوتري هو من أشع عنواع الصداع بالعالم خاصة عند النساء هو يجي على شكل ضاغط أو شد على يعني حول الرأس هو غير نابض عادة ثناء الجانب يعني إذا منقارنه بالشقيقة بالتالي هنيك نابض هون يضاغط هنيك وحيد الجانب هون عادة ثناء الجانب هنيك بيكون شديد معطل عن العمل هون عادة متوسط وهو على شكل انزعاج أكتر ما يكون بأكتر ما يكون يعني ألم بحد ذاته هاي أول شغلة هلأ معايير التشخيص مثل ما حكينا مثل ما حكينا بالشقيقة في عنا معايير للتشخيص مع نسمة وبدون نسمة لما يكون في نسمة بتكون التشخيص معاييره أعلى وبالتالي بيكفينا نوبتين لما بيكون ما في نسمة بدنا خمس نوبات من صداع شقي نابض معطل عن العمل يترافق بحالة غثيان وقياء بيستمر من حوالي أربعة لاثنين وسبعين ساعة هدلول هنا هلأ نحن بالصداع التوتري بدنا يتكرر عشر نوبات على الأقل يعني هو بالتالي من الأمراض المزمنة هو بده تكرر عشر نواب على الأقل النوبة بتستمر من يوم لشهر بتحقق معايير من التالي يعني من رقم اثنين لخمسة بده يستمر الصداع من نصف ساعة حتى سبع تيام تمام بيحقق الصداع كصفات أثناء النوبة شرطين من الشروط الأربعة هاي انه هو لازم يكون ثنائي جانب موحيد لغانب بده يكون خفيف لمتوسط ما لازم يكون شديد لازم يكون شديد بدنا نفكر بالأنواع الثانية من الصداع ما بيغير بالأعمال اليومية بينما شفنا بالشقيقة هو بيتغير بالأعمال اليومية لازم يحقق معيارين ما في غثيان وقياء لانه هذا بوجهنا أكتر للشقيقة بسبب تفعيل الوطاء ما في عنا اللي عنده صداع توتري عفوا ما رهاب هو بيكون عنده انزعاج من الضياء والضجيج تمام هادلولة يعني اللي لازم يكونه ما دائما بالصداعات البدئية لازم ما يكون في عنا أي أعراض عصبية موضعة يعني ما في عنا شلل مثلا طرف سفلي طرف علوي ما في عنا لقوة ما في رتة ما في خدر ونمل بالحس هادلول الأمور كله يا تون ما في أي موجودة بتفسر الأعراض غير هذا الصداع التوتري وبالتالي الشقيقة إذا كانت مع نسمة بدنا نوبتين إذا كانت بدون نسمة خمس نوبات الصداع التوتري بدنا عشر نوبات يستمر من نصف ساعة حتى السبع تيام بيحقق أنه هو سناء الجانب خفيف لمتوسط غير نابض لا يتغير بالأعمال اليومية ولا بده يترافق بغسيانة وقياء ولا بيكون يعني عفواً وبيكون في عنا يعني انزعاج من الضياء والضجيج ما يمكن تفسير الموجودات بمرض آخر هاي بكل الصداعات البدئية هلأ ممكن يعني في حالات اللي هي بيكون فيه عنا صداع توتري ممكن يأزمين اللي هو بيصير بيستمر أكتر من ثلاثة شهور وبيكون بيستمر معظم ساعات النهار واللي هو بيدخل يعني بدخل المريض بحالة نفسية واللي هون نقتر نستخدم نستخدم مضادات الاكتياب هلأ علاج الصداع التوتري علاج الصداع التوتري هو عادة الابتعاد عن المنبه لأنه هو نحن يعني حتى نحكيها هيك يعني بي يعني هيك نبسطها أكتر صداع التوتري في شي بديه يكون موتر هالإنسان هذا اللي صابه الصداع يعني طالب يعني طالب الدراسة لما بيكون قريب من الفحص بتلاقيه من توتن خايف ما يجيب علامات خايف ما يلحي خالف هاي فعنده دائما تحفيز للجملة العصبية وبالتالي هاي بتساوي له شد بالعضلات بتساوي له فوتن بنت مثلا صار رحة حالة نفسية معينة على طول عم تفكر بتخاف ما تزبط معها أمورها كذا هي طفل أهله بيصرخوا عليه كتير وكذا فكمان هذا ممكن يصيبه صداع التوتري وبالتالي نحن أهم علاج للصداع التوتري هو الابتعاد عن المحفز لهذا الصداع يعني وبالتالي إذا مريض عنده اللي تنوم وسهر ومنبهات بصرية وبيشرب شاي كتير وقهوة كتير وبيسهر وبيسافر هذا ما نقول له بس تريحت حالك وساويت ساعات النوم منتظمة بتلاقي ارتحت الطالب الجانعة أو طالب البتالوريا أو هيك مثلا ممكن نحن نطمنه نقول له إنه ما فيك شي كذا ومسكن بسيط وبس مجرد ما انتهى من الحالة يعني اللي موجودة عنده مثلا الامتحان أو هيك تلاقي يرتاح الطفل ندعمه نفسيا نخبر الأهل إنه هذا سبب الصداع عنده هو الخوف كذا إذا مثلا الأطفال اللي بيتابعوا الميديا كتير الموبايلات والهي كمان هدلون ممكن يصير عندهم صداع كمان منقللهم للأهل يحففوا لهم منبهات كل لياته هاي وبالنهاي بدهم مسكن لفترة قصيرة ما بنعطيه لفترات طويلة مسكن لحتى ما يعني يصير ينتقل من صداع التوتر لأنه هو صداع مزمن لا صداع مسكينات هلأ إذا أزمن بدنا نستخدم مضادات لإكتئاب سلاسية الحلقة من أشهرها هو الأميتريبتيلين يعني وهذا أهم شي هلأ هلون المرضى الصداع التوتري عادة قليل لا يراجعوا العيادات ولأنه هن بيعرفوا حالهم أنه ما فيهم شي بيعرفوا حالهم أنه من التعب والهاي عم تصير عندهم هاي الأعراض الصداع التوتري هو من أشيء اللي لازم نحن نركز عليه بالتالي إذا إجانا أي صداع نحن لح كصداعات بدئية نحن إذا بنحسن محسن نميز بين الصداع التوتري وبين الشقيقة فبالتالي نحن منكون يعني اختصرنا تشاخص كتير لأنه هدلول أشياء اتنين أشياء شي صداع التوتري وتاني شي الشقيقة وبالتالي إذا إجانا مريض عنده صداع وفحصه العصبي كله طبيعي مباشرة بدي أنفي الشقيقة وبالتالي بيصير هذا صداع توتري إذا ما كان مثلا صداع عن كودي أو هاي وبيصير علاجه بالدعم النفسي ولكن إذا كانت الشقيقة مثل ما حكينا بدينا ناخد العلاج أثناء النوبة وبين النوبات في معايير لحتى ناخد علاج وقائي اللي حكينا هون المرة الماضية ناخد علاج وقائي بالبروبرانولول هم نكون خلصنا الصداع التوتري في عنا صداعات بدقيقة فضل دكتور هلأ بالنسبة لمعايير تشخيص صداع التوتري قليل التوتر مكتوب أنه تكرار عشر نواب لأقل من يوم يعني بيوم واحد عشر نواب هيك التفسير هلأ بالنسبة لصداع التوتري لأقل من يوم بالشهر اي اي لأقل من يوم بالشهر يعني هلأ المريض اللي عنده صداع توتري بفيق الصباح ما في شي بعد شوي بيطلع على شغله بيشوفه مع المو بينزعج منه بيصير براسه بيجعو بيجي بيطلع على الغداء بيروئ شوي بيرجع صار عنده نواب تاني فمجموع تمام الكلستر هنه هنه مجموعة أنواع من الصداعات متعلقة بالجملة الذاتية الودية ونظيرة الودية بيكون في خلل فيها وبالتالي بتعطيني مجموعة من الأعراض واللي أشهر واحد فيه هون هنه الصداع العنقودي ومن اسمه عنقودي بيجي على شكل تواتر مثل العنقود يعني بيجينا مثلا بالسنة خلينا نحسب بالسنة بيجي بيجي خلينا نقول بالسنة بيجينا ثلاث مرات بها ثلاث مرات كل مرة بيجينا يعني حوالي كل أربعة شهور بيجينا مرة و Entre 4 شهور بيجينا خلال أسبوع بكل أسبوع بيجي بنفس اليوم و بنفس الطريق فتطير بتلاقيه مثلا عنقود يعني خصلة من هون وفيها حبات خصلة من هون وفيها حبات خصلة من هون فيها حبات فهاي الخصلة رفيقتها وهي بتشبه رفيقتها وبالتالي إحنا إذا منجمحهم كلهم مع بعضهم بالسنة بيكونوا على شكل عنقود مثل ما حكينا الآلية الأمراضية مثل ما حكينا هي اللهم صلي على سيدنا محمد الآلية الأمراضية هي خلل بالجملة الذاتية يعني الودية ونظيرة الودية تمام؟ وهو كمان من الصداعات البدئية شائعة ولكن أقل من الشقيقة وأقل من الصداع التوتري الوراثة هون بتلعب دور اللهم صلعوا سيدنا محمد بيصيب هذا الرجال أكثر ما شفنا صداع التوتري بيصيب النساء أكثر هذا بيصيب الرجال أكثر بيجينا على شكل هجمات متكررة مثل ما حكينا يعني متشابهة متواترة بشكل متشاره يعني مثلا باليوم الواحد ممكن تجينا هجمتين بكرة هجمتين بعده هجمتين هيك لا يخلص الأسبوع راحت هيك أربع شهور ردت رجعت نفس الترتيب ونفس التوتر تمام؟ عادة هو متل ما حكينا كونه خلل بالجملة الودية ونظيرة الودية وبالتالي بيصير صباحا أكثر بينما الصداع التوتري بيصير المساء ليش؟ لأنه هو حينشأ نتيجة التعاب التوتر والقلق بتالي لما فيه المريض بيكون مرتاح لساته وما بيكون عنده صداع عكس الصداع العنقودي اللي هو بيصير مساء أكثر تمام؟ مثل ما حكينا أنه عم يكون فيه خلل بالجملة الودية ونظيرة الودية عم يصير بعدين تفعيل لنواة العصب مسلط التوائم بجهة واحدة فبتكون الصداع هو وحيد الجانب وشديد وكونه فيه خلل بالجملة الودية ونظيرة الودية وبالتالي لحن نشوف بالجهة اللي فيها صداع لحنلاقي أعراض ودية ونظيرة ودية مثلا لحنلاقي بالجهة اللي فيها صداع لحنلاقي فيه تعرق لحنلاقي فيه تقبض حضقة لحنلاقي فيها تعرق لحنلاقي فيها مثل ما حكينا رجفان أو خلل بالجفن فهذا كله ياتم نلاقيهم بنفس الجهة اللي فيها الصداع الصداع هون عم يكون شديد ومدته مانا كتيرة هو حوالي الربع ساعة لثلاث ساعات مثل ما حكينا بالنسبة للآلية الأمراضية نرجع نركز أفكارنا هي خلل بالجملة الذاتية الودية ونظيرة الودية عم يصير فيها تفعيل لنواة العصب مسلس التوائم عم يكون الصداع وحيد الجانب ويوجد أعراض ودية مرافقة مع الصداع معايير التشخيص هذا لازم تتكرر خمس نوبات كمان لحتى نحسن نحط التشخيص وهو صداع شديد وشديد جدا أكثر لسه من الشقيقة عادة وحادي الجانب خلال عدة دقائق يستمر يعني بيبلش بسرعة هيك فجأة بشكل سريع وشديد جدا بيستمر بين الربع ساعة وثلاث ساعات طبعا مدة الصداع مهمة جدا بالمعايير التشخيص فهي لازم الاجتماعين تركزوا عليها لأنه بيفتفرق التشخيص على مدة الصداع ولازم يتوافر واحد من المعيارين لازم يكون في عنا أعراض ذاتية مثلا مثل الدماء تقبض الحدقة احتقان الأنفس يلان تعرق بنفس جهة الصداع وكيكون كونه الألم شديد يكون في عنا هياج وعدم ثبات لأنه إذا ما في هذا الأمر ما بيدل يعني إلا بيجينا مثلا صبية بتقول أنه أنا عندي صداع ما شفت مثله بالدنيا بتجي بلتلاقي إلا عندك يعني عم تضحك مثلا كذا هيك فالمريض متقلم ما في عنده هذا الشي فبتلاقي عنده هياج وعدم ثبات فإذا شفناهن هاي دليل على شدة الصداع التواتر اليومي بيجي حوالي 8 مرات باليوم وما فيه سباب أخرى مثل ما حكينا دائما بالصداع بدقية لازم ما يكون ما يكون في شي بيفسر الأعراض هاي صورة ترسيمية لواح يعني لمريض عنده صداع توتري بيحس أنه في شي عم يخلع له نصف وشه هذا المصاد بنلاقي فيه سيلان أنف احتقام بالأنف دماء تعرق نبضان متما أنا شايفين بصورة هاي صورة كمان بتميز تلت تلت أنواع من الصداع اللي حكينا عليه هون الصداع التوتري شي شادد على الراس الشقيقة في شي عم يعطينا منبهات عم يصير فيه غسيان قياء عم يصير فيه عندنا أعراض بصرية بينما الصداع العنقودي مثل ما شايفين كأنه في شي بلطة ضربة الرأس بهذا الجهة مع الأعراض الذاتية الموجودة نرجع للصداعات البدئية هاي الصداعات غير مفسرة ولكن هي موثوفة وعادة ما بدأ علاج أكتر من أنه يصير تطمين للمريض هي من الصداعات البدئية اللي لازم بس نحن زصارت أحيانا بعد السعال صداع اسمه السعال البدئي بتلاقي واحد عنده مثلا ربو عنده سي أو بي دي عنده تهاب قصبات مزمن لا يبسعوا لكتير فبالتالي عم يرفع الضغط داخل القحف وعنده صداع وهذا مجرد ما حلنا له مشكلة السعال بتنحل المشكلة وهي هاي كل آياتها ما بدها أي علاجات إلا التطمين صداع التمارين نفس الفكرة بنلاقي عند الشباب الأعمار المتوسطة اللي بيساوي تمارين جهد بيكون الصداع نابض لأنه هو متعلق بحالة النتاج القلبي عادة بيستمر وبس خلصنا التمارين عادة بتخف الأعراض في الصداع الجنس البدئي هذا صداع الجنس البدئي هو صداع شبيه بالصداع اللي بينشأ عن النزف تحت العنكبوت هو شديد جدا سليم ولكن بيجي بعد العملية الجنسية بيجي بيقلك صابني صداع ما صابني بحياتي والمريض يعني شوي تاني من شدة الألم لحيغمع عن الوعي آليته ما معروفة هي غالبا كمان إلى علاقة بالجملة الودية ونظيفة الودية ولكن هو صداع شديد جدا معمم بكامل الرأس ممكن شوي صلابة مقرة من نتيجة الألم اللي بيفرقوا عن النزف تحت العنكبوت هو المرنان ولكن القصة والتشخيص بينحط أنه مرنان طبيعي صداع شديد جدا مع صلابة مقرة مرنان طبيعي والقصة يعني صداع تالي يعني فعالية جنسية وهذا من الصداعات السليمة واللي ما في إلها أي مشكلة صداع التعرض للبرودة هو وكثير مننا بيصيبنا مثلا من نكون بالغرفة منطلع على جو بارد بيصير فيه عنا شد بالرأس هو نتيجة تشنج العضلات أو أحيانا مثلا ناكل بوزة منلاقي صار فيه عنا صداع هيك مثل اللمع بالرأس هو نتيجة تنبيه العصب المثلث التوائم بشكل مفاجئ فبيساوينا شد على العضلات وبيساوينا ألم صداع النوم أو صداع منبه الساعة هو من الصداعات النفسية المنشأ يعني علاج والتطمين في عنا صداع قطعة الجليد اللي هو كمان هذا من الصداعات بيصير بعد تناول المنبهات الباردة مثلا واحد عم يأكل بوزة عم يأكل الشغلة هاي نفس اللي حكينا هذو تعرض للبرودة كلها تهي يعني تعدادها فقط أنه نعرف ما أنا كتير مهم بصراحة صداع قطعة النقود كمان هو بيجي المريض بيقل أنه هون في عندي شغلة مدورة هون هيك الدليرة موجودة هاي عم تجعني كمان هو من الشغلات النفسية المنشأ وكمان هي علاجها التطمين والمسكن عند اللزوم ما في شي تاني ممكن نحكي عليهم وهن ما كتير يعني بس تعدادهم لازم نعرف أنه فيه هيك شي بنحط هيك تشاخص هلأ منصل لعند آلام الأعصاب القحفية في عنا متلازمات متعلقة بآلام الأعصاب القحفية واللي أشهرها وأشدها هو ألم العصاب مسلس ثوائم وفيه عنا ألم العصاب بالعم اللساني هذا عادة بيصير آلام متعلقة بمسير العصاب القحفية المسؤول عن المتلازمة آلام شديدة جدا عادة متكررة مفاجئة تستمر فترات قصيرة بحدود دقائق من ثواني لدقائق ولكن شديدة جدا ومتكررة غالبا بتنشأ نتيجة تنبيه لنواة العصاب أو على مسار العصاب اللي عم يعصب نصف الرأس ممكن تكون فيه إلى سبب مثلا فرع شريان يضغط على نواة العصاب لما عم يرتفع الضغط ويصير ينبض محد النواة عم يفعلها ويسببنا صدع وحيانا عم يكون مجهول السبب ممكن نحن نعطي يعني بالنوبة نعطي مسكنات ولكن ممكن حتى نصل للجراحة إذا كان فيه منبه واضح لنواة العصاب العلاج ما حكينا هو ممكن يكون دوائي أو جراحي بس نحن 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 التشخيص يعني أنت منقول أنه هذا آلام عصاب مسلس توائم بده يكون فيه عنا آلام معاودة وحيدة الجانب على مسار العصب اللي هو العصب المسلس توائم بدون انتشار خارجه يعني العصب مسلس توائم بعصب الجبهة والوجنة والفك السفلي أثناء النوبة اللي هي هاي عم تجي هيك مثل الطعام إذا شفنا انتشار مثلا للعنق اللي هي مانة من مسار العصب مسلس توائم يعني هذا بيستبع التشخيص شو صفات الألم اللي بدنا نشوفه بده يكون شديد جدا لأنه نحن كل الصداعات عم اتفعلنا النوان العصب مسلس فكيف إذا تفعلت هي مباشرة بحد ذاتها بده يكون صداع شديد جدا استمراريته من ثانيتين لدقيقتين بيجي على شكل صدمة كهربائية لأنه هو تفعيل عصبي يعني مثل لمن واحد بيأكل طرق على يده فتتفعل مثلا العلم على مسار العصب وهيك عادة أي شي بيحرد العصب مثلا مثلا الأمور الباردة أحلاقة الدقن الرد الوجهي كليات هدلول ممكن يفعلونا الألم ما في أسباب أخرى بتفسر الألم دائما يعني ما في أمراض عصبية مثلا مثل نزف مثل ورم دماغي ما في هيك شي وبالتعلي بعير تشخيص الألم متلثة التوائم بده يكون ألم معاودة وحيدة الجانب على مسار العصب ما في انتشار خارجه بتحقق أنه هو شديد جدا وحيد الجانب يستمر بحدود دقيقتين على شكل صدمة كهربائية بيحرط بمنبهات غير ضارة يعني مثلا مثل البرودة مثل النقر على مسار العصب وهيك وما في أسباب أخرى العلاج الدوائي عادة هو من الألم الشديدة جدا واللي بيستمر مثل ما حكينا ثانيتين يعني يوم اللي بيجي الألم بينما يروح يفكر أنه ياخد الحد بيكون انتهى ولكن هو شديد جدا ومعاود بشكل كبير لهيك نحن لحتى نمنع أنه يصير فمنعطي مسكينات عصبية يعني مثبتات مثل مضادات الاختلاج الكاربامازبين التقريتول هاي العلاج الدوائي إذا كان في سبب شفنا مثلا سبب فرع من شريان أو هاي عم يضغط على نواة العصب نحن ممكن نداخل جراحيا ونبعد الضغط على نواة العصب واللي هاي بيساوها طباء الجراحة العصبية هيك منكون خلصنا من الصداعات البدئية بشكل كامل هلا لحنا ننتقل للصداعات الثانوية واللي هي مثل ما حكينا يعني أي سبب من هدلو الأسباب بسبب صداع لحين درس لحاله كمرض تمام بينما الصداعات البدئية هي بدئية ما فيه إلى سبب ثاني ممكن يفسرها هلا اللهم صلى سيد محمد قبل ما نحكي على الصداعات الثانوية بدنا نحكي على آلام الأعصاب القحفية الأخرى في عنا هي نادرة اللي بعد منه اللي بعد العصب بالشيوع هو العصب ألم العصب بالعوم اللساني كمان بيكون بمسار العصب واللي هو غالبا بالبلعوم منلاقي آلام بالعومية هيك فجأة بتصير أو أثناء البلع بتتحرض كمان هيك والعلاج نفسه إذا لقينا نحنا منبه ممكن ندخل عليه جراحيا ما لقينا هيك ممكن نعطي المخبطات العصبية مثلا مثلا مثل مضادات الاختلاج أو غيره في عنا آلام العصب الوجه العصب الوجه هو صح عصب حركي ولكن فيه إلا فرح حس يضغير ممكن كمان هذا إذا تفعل ولكن نادر الآلام العصب الرقبية الضغط على الضفير الرقبية كمان ممكن ساوي إنه هيك كل آلام العصب القحفية هي مثل ما حكينا إلى نفس العلاج نفس التكتيك أنه نعطي نحن مضادات الاختلاج وخاصة الكربة مازبتين وشو اسمه وإذا كان في سبب أو شيء ضاغط على نواة العصب نحن نشيله بشكل جراحي هيك من نكون خلصنا مثل ما حكينا من نكون خلصنا من الصداعات البدئية ألا نحن نحكي على الصداعات وهيك تكون انتهت المحاضرة التالت ألا نحن نحكي عن الصداع الثانوي واللي هو مثل ما حكينا هو شيء مهم لازم نحن نحكي عليه ألا يقسم الصداع الثانوي لصداع ناجم عن مشاكل غير وعائية داخل القحف وعلى صداع ناجم عن مشاكل وعائية داخل القحف لحن نحكي على الشيء الأبسط الصداع ناجم عن مشاكل وعائية داخل القحف هني عادة اللي نحن نحكي عليها هي النزوف مثل النزف تحت العنكبوت النزف فوق الجافية النزف تحت الجافية واللي هي عادة مترافقة بالردود أو أحيانا بتكون لأسباب مرضية مثلا خلل بعوامل التخثر كذا هيك صار عنا نزف النزف هو مخرج كبير للسحاية والسحاية تتعصب العصب مسلس توائم وبالتالي التخريش للسحاية لحيولد لي ألم والألم لحيكون شديد جدا وهون العلاج لازم يكون بتدبير النزف لأنه هو أخطر على الحياة منه للصداع هذا لحي ندرس بالجراحة العصبية أكيد ما هنخوط فيه كتير في عنا الصداع الناجم عن مشاكل غير وعائية داخل القحف اللي هني متعلق عادة بالسائل الدماغ الشوكي واللي من أهم أسبابه عنا ارتفاع التوتر القحفي إما لسبب بدئي أو لثانوي ارتفاع التوتر القحفي البدئي اللي هو بيكون في عنا ارتفاع بضغط السائل الدماغ الشوكي داخل الدماغ بدون ما يكون الشيء معروف السبب تمام عادة هذا بيصير عند السيدات البدينات ما معروف بيكون فيه خلل بتصريف السائل الدماغ الشوكي بالتالي عم ينفرز كتير ما عم يتصرف كتير فمنلاقي المريضة عم يصير فيه عندها ارتفاع بيضغط السائل الدماغ الشوكي هذا بيحدزات وبيضغط على بونة الدماغ وبالتالي بيحرض ألم على شكل شد وبيكون عندنا وذمة خفيفة بيحوليمة العصب البصري هذا كتير بيرتاحوا هدلول المرضى على بزل السائل الدماغ الشوكي نحن بس خضينا لهم فمنلاقي انه ارتاحت وخف عندها الألم هذا كبدئي ولكن الثانوي اذا كان في عندي مشكلة بترفع الضغط داخل القحف مثلا ورم نزف فوق جافية فهذا اللي المساحة داخل يعني وجود الورم هو شيء غريب نوجد بيحيز مغلق اللي هو القحف وجود الورم ضغط على بونة القحف ورفع الضغط داخلها هذا مضاد استطواب انه نحن نعمل بزل السائل دماغ الشوكي ولكن هون العلاج يعني بيتعلق بعلاج السبب البدئي واللي هو الورم او النزف عنا انخفاض التوتر القحفي كمان بسبب ألم لأنه وسائل دماغ الشوكي لازم يكون له مستوى معين يعني وكمية محددة ارتفاعه او انخفاضه هو اللي هيسبب خلل بالوظيفة الدماغية اكتر شيء منشوفه انخفاض التوتر القحفي اكتر شيء منشوفه بعد عمليات بعد عمليات التخدير القطني هاي المواد التنحقين ضمن السائل دماغ الشوكي ممكن يعني توسع القناة وتساوينا ممكن تساوينا مثل ما حكينا اللهم صلى الله عليه وسلم محمد تساوينا ألم وهي المواد التي تساويها وبيكون هو عادة الصداع المترافق مع انخفاض التوتر القحفي عادة بيترافق لما بيكون مريض يعني بيزيد لما بيصير أثناء الوقوف بينما بيتحسن لما المريض بيستلقي هلا مثل ما حكينا الصداع الناجم عن مشاكل بعائية حكينا عن نزف تحت العنكبوت ما هاخد فيه كتير لأنه هذا تحتدرسوه بالجراحة العصبية بس مثل ما حكينا عوامل خطر هنا كبار السن اللي عندهم مشاكل نزفية الرضوض لهاي التشخيص هو بالطبق المحوري بدون حقن منلاقي دم هو ضمن يعني منلاقي زيادة التوهج بالطبقي المحوري بيدلنا اذا بازلنا منلاقي كريات حمر بالبزل تصوير الشرايين بيحدد لنا السبب اللي عم تنزف المكان اللي عم ينزف منه الوعاء وهي يعني ما هنخوض فيه كتير صداع لأسباب قلبية وعائية مثلا ارتفاع توتر الشرياني والله هون فيه شغلة مهمة جدا صداع التهاب الشرايين بالخلايا العرطلة هذا مهم جدا انه نحن نعرفه اللي هو هو عبارة عن التهاب شرايين بيصيب الشريان الصدغي خاصة هو بيصيب الشرايين الكبيرة والمتوسطة المتوسطة عادة خاصة بالالتهاب الشريان الصدغي بالخلايا العرطلة هذا اللي احنا نحكي عليه كلمتين هو عادة بيصير عند النساء المتقدمات بالسن بيترافق بارتفاع سرع التسفل الكبيرة جدا ممكن يصيب الشريان العيني ويسبب عم بيتحسن بشكل دراماتيكي على الكورتيزون وبالتالي تشخيصه دائما لازم يكون بالزهن وهذا من الشغلات اللي حكينا عليها بأول محاضرة للصداع انه بس جانا مريض عنده صداع وحيد الجانب سيدة كبيرة بالعمر مستحيل ماشي بدون ما أعمله سرع التسفل حكينا اي مريض بيجينا بالصداع من الشغلات اللي بدنا ننقاربه فيهم نطلب له طبقي محوري ونطلب له سرع التسفل اذا كان سرع التسفل عالية وصداع وحيد الجانب وجسكة لقاسية مكان الشريان الصدغي هذا تقريبا حطينا التشخيص العلاج بالكورتيزون وبيكون تحسن دراماتيكي مثل ما حكينا هو أعراض وعلاماتهم اللي يصداع شديد جدا وحيد الجانب كثل قاسية مكان الشريان الصدغي التشخيص هو بارتفاع سرع التسفل والعلاج بالكورتيزون الاختلاطات اذا ما عالجنا لح نلاقي في عنا لح ممكن ينصاب الشريان الشبكي ويسبب للعمى هاي ملخص للصداعات اللي حكينا عليها هلا في أسباب أخرى ثانية للصداع الثانوي واللي هي التهاب الجيوب انتنات العصبية والجهازية مثلا مثل التهاب السحاية الصداع التالي للرض ممكن بسبب نزف أو غير نزف صداع المسكينات كتر أخذ المسكينات بيرفع العتب بنزل العتب الألمية عفوا فبيصير أي محرض ممكن يسببنا ألم الصداع المرافق للحمل والولادة واللي عند يعني الصداع اللي بيصير عند المرافق للحمل والولادة ممكن يكون هو صداع بدقي يعني هي عندها صداع توتري وهلأ حملت بيضل هذا نفسه وممكن يكون بسبب الإرجاج لأنه بيصير فيه عندنا ارتفاع ضغط عالي أو ممكن المشاكل الخثرية اللي بتصير عند المرأة الحامل كمان يصير فيه خفار بأوعية الدماغ ويصير فيه عندنا ارتفاع توتر داخل القحف وسببنا صداع عادة فيه سلسلة لازم نمشي فيها اللي هي لتدبير الصداع هل هي الحالة إسعافية أم لا إذا الحالة إسعافية بدي حول الإسعاف وبيدي أطلب سرع التسفر طبق المحوري إذا ما كانت إذا كانت حالة إسعافية بدي أسأل هل هي التهاب شرايين بالخلايا العرطلة أو فيه عندنا يعني الرايات الحمر اللي لازم أنا دغري مباشرة نوقف عندها وأطلب استقصاءات مثلا مثل النزف تحت العنكبوت مثل اللهم صدق سيدنا محمد مثل ارتفاع التوتر الشرياني الخبيث هيك بعدا إذا ما في عنا لا هو حالة إسعافية ما في مرض إسعافي ولا هو التهاب شرايين بالخلايا العرطلة ولا هو صداع ثانوي متعلق مثلا بنزف أو غيره هل لا بدي يميز هل هو شقيقة أم صداع توتري إذا ما كان لا شقيقة ولا صداع توتري هل هو صداع عنقودي إذا ما كان ولا واحد منهم بسأل المريض هل هو عم ياخد مسكينات أو مخدرات فهيك بيكون عنا هاي السنسلة التدبير العام للصداع هاي المخطط موجود بمحاضرتكم نفس الحكي اللي حكينا نحن بيهمنا بتير نميز بين نحن هيك بيكون خلصنا تقريبا المحاضرة وشكرا لأصغاءكم ولكن لحركز الأفكار اللي لازم أنتوا تركزوا عليها والمعلومات كلها موجودة بالمحاضرة ولكن نحن لازم نركز عليه أولا معايير تشخيص الشقيقة شو هي العلاجات الأثناء النوبي بالشقيقة شو هي العلاجات الوقائية بالشقيقة أمتى منعطي العلاج الوقائي بالشقيقة وشو هي النسمة اللي ممكن تكون أو ممكن هي تجينا القصة على شكل حالة سريرية ثانيا بالصداع التوتري بدنا نعرف أنه هو صداع مزمن أنه علاجه بإزالة المسبب بعدين حكينا على الصداع العقودي كمان صفاته مهمة ترافقه بالأعراض الذاتية كتير مهم بعدين حكينا على صداع الألم العصب مثلث التوائم وغيره أنه هذا الصداع الوحيد اللي شفنا أنه ممكن بدئي وممكن نحن نداخل عليه جراحيا هلا الصداعات الثانوية اللي بدنا نحن نركز عليه كتير هو التهاب الصداع المرافق للالتهاب الشريان الصدغي بالخلايا العرقلي هذا كتير مهم تقرغ مثل ما جاي وهذا كتير مهم نركز عليه بدنا إذا جاءنا قصة سريرية بدنا نركز بالقصة السريرية هل في شغلة بدلنا أنه هذا الصداع هو صداع ثانوي ولا لا كمان هي بدنا نركز عليها وهيك بتكون خلصة محاضرتنا ما بدنا نطول عليكم أكتر ولكن المعلومات اللي جاي بالمحاضرات لافية وزيادة ونركز على الشغلات اللي هلأ آخر شي قلت لكم عليها يعني هيك منكون إن شاء الله ألمينا بالموضوع إذا في سؤال أنا جاهز ما في سؤال ما بدي طول عليكم لأنه أنتو عنكم محاضرة للكلية أنا بعتزل عن مبارح كنت مسافر واليوم حتى والله هلأ يعني لما وصلت كنت هلأ واصل من السفر فمشان هيك لا أحب يطول عليكم لا أطول على حالي وأنتو عنكم محاضرة بعد شوي إذا في أي سؤال أنا جاهز دكتور بس سؤال فضل دكتور هلأ إذا وي فضل زميد نتفضل دكتور إذا المريض هو عنده صداع وعب يأخذ مسكينات شو من نعرف يعني ممكن يكون من المسكينات أو ممكن السبب تاني يعني تمام أولا نحنا حكينا أنه كل صداع له مواصفاته يعني صداع الشقيقة له مرافقات من نتيجة تفعيل الوطاء مثلا ممكن يكون مترافق إذا ما كان معه نسمي طبعا إذا معه نسمي يضغر يحطينا التشخيص إذا ما معه نسمي لحنشوفه أنه هو صداع نابض شقي بيترافق بقسيان وقياء معطل عن العمل كذا هيحطينا تشخيص صداع مع الشقيقة إذا ما كان صداع شقيقة كان صداع عنقودي مثلا يحيلاقي فيه تعرق فيه عم تجي النوبات بشكل معين كذا إذا كان صداع توتري بالتالي فيه سبب إذا ما فيه سبب والمريض عم ياخد يعني كان مثلا المريض عنده شقيقة القصة واضحة وما بتختلط بصداع المسكينات لأنه صداع المسكينات مريض عم ياخد مسكينات كتير وما عم يتحسن لو كان شقيقة على المسكينات بده يكن ليش لأنه العلاج أثناء النوبة هو المسكي للشقيقة خلصنا منه صداع العنقودي ما بيستفيد غير بالعلاج بالأكسوجين عالي الضغط طيب هلأ إذا كان صداع توتري تمام والمريض عم ياخد مسكينات نحن شلوم بدنا نقول إنه هذا صداع توتري ولا مسكينات إذا صداع توتري وأخد مسكينات وكان فهو صداع توتري إذا عم ياخد مسكينات وكل ما له عم يجعوا راسه معناته هذا تحول من صداع توتري لصداع مسكينات واللي هني عادة هدلوا الأكثر اتنين بيختلطوا ببعضهم مريض صداع توتري هو ما بيتحمل ألم كتير بصير بيسف بهالمسكينات كتير بعد فترة بتلاقي بدون مسكي ما بيحسن يعيش بعدين بيصير هو عم ياخد مسكي بيصير بيجعوا راسه طيب فيه شي زعجك لا والله كان بزماناته شي زعجني هلا بالعكس حتى أموري مرتاح وليسات الصداع عندي وعم بأخد مسكينات كل ما له عم يزيد هون بدنا نكسر الحلقة نعطي شيء تاني يعني يسكن له الألم بدون ما ياخد مسكينات مثلا مثل مضادات الاختلاج هيك لفترة قصيرة بعدين وقف له المسكينات وبعدين بنقطع عنه كل شيء وبيرجع بيتحسن المريض ان شاء الله تكون وصلة الفكرة